إيلون ماسك ده أغنى رجل في العالم خليه بس أقول لكم إيلون ماسك كان قبل ما يشتري منصة تويتر حصل مشاكل جمدة جداً وكان فيه فصيل من الناس مش عايزينه يشتري الشركة وفيه ناس عايزينه يشتري الشركة وهو قال كلام خوف بعض الناس في الإدارة مشوا بعض الشركاء وغيره الموضوع لم يكن بيزنس تو بيزنس وإنما الموضوع كان فيه سياسة بيزنس فيه حاجة خفية في الموضوع ربما نجاح إيلون ماسك أغنى رجل في العالم في الاستلاء أو الاستحواز أو شراء أسهم منصة تويتر أدت إلى تفجير الكثير من الأسرار هذه الأسرار كشف صحفي أمريكي هذا الصحفي الأمريكي قال يعني اسمه مات نايبي ده استشهد الحقيقة بوثائق كانت مخفية وقال إحنا أيام الانتخابات الأمريكية في 2020 كنا بننشر حاجات خاصة بابن الرئيس بايدن وجات تعليمات إلى إدارة المنصة في تويتر أحذفه كل ما يتعلق بهانت ابن بايدن لأنه ده هيؤثر على العملية الانتخابية وقال الصحفي الأمريكي كتب على تويتر النهاردة ونشرها إيلون ماسك على حسابه على تويتر أيضا أنه كانت التوجهات بتجيلهم بحذف بعض الأخبار أو إضافة بعض الأخبار يعني تويتر على باقي المنصات أوعى تتخيل أن هي بعيدة عن عبث بعض الجهات أو بعض الأجهزة إيلون ماسك بنفسه فضح هذا الأمر وقال إحنا لسه في أول الطريق كل يوم نقول لكم من هنا نبدأ أو دي البداية بداية فتح كل هؤلاء الذين كانوا يتظاهرون بالديموقراطية والحرية وحقوق الإنسان وهم أول ناس بيجوا عليها من خلال إملاءات قدام حضرتك هو ده الصحفي اللي فضح الموضوع وقالوا بيجيلهم تعليمات من البيت الأبيض احذف احذف شيل شيل وهذه اللينكات يا جماعة موجودة دلوقتي على صفحات إيلون ماسك والرجل بيتكلم بشكل واضح بيقول أنه تويتر كان الحزب الديموقراطي اللي هو اليسار الأمريكي مسيطر عليه النهاردة تويتر في إيد إيلون ماسك رايح ناحية اليمين الأمريكي اللي هو الجمهوريين والدليل إنه قد توجيهات وتعليمات إن الحساب الشخصي اللي كان موقوف بتاع رئيس الأمريكي ترامب يرجع مرة أخرى إيلون ماسك ده حاجة كبيرة جدا في أمريكا الرئيس الأمريكي تسأل قالوا له هل نشاط تويتر في مشاكل قال أنا ما قلتش في مشاكل لكن بقول يجب التعامل معها بحذر ويجب وضع هذه الأمو في الاعتبار الرئيس الفرنسي كان في أمريكا في زيارة للبيت الأبيض بعد ما خلت زيارته راح التقى مع رئيس تويتر اللي هو إيلون ماسك وقال الرئيس الفرنسي حتى الإليزيه لم يتحدث عن هذه الزيارة إلا بعد نهايتها بساعتين ثلاثة وقال ماكرون التقيت بعد ظهر اليوم بإيلون ماسك وأجرينا مناقشة وضحة وصريحة وقال إنه ماسك متحمس بشأن مشاريع مثيرة للاهتمام أهو آدي إيلون ماسك مع ده أغنى رجل في العالم مع الرئيس الفرنسي قاعدين هذه الأعداء في الولايات المتحدة الأمريكية